موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من لسان العرب سنبحث هذا الأسبوع في موضوع اللحن في اللغة العربية مفهومه وأسباب دوره وموقف علماء العربية منه وأجهودهم للحفاظ على سلامة اللسان العربي سنبحث أيضا في هذه الحلقة الفرق بين اللحن والتطور اللغوي فأكونوا معا أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام في لسان العرب وموضوعنا هذا الأسبوع بعنوان اللحن في اللغة العربية نرحب بضيفنا الدكتور حمدي بخيت أستاذ اللغة العربية في جامعة جيرسون تركيا مرحبا بك دكتور حمدي معا وأيضا نرحب مشاهدينا الكرام أيضا بضيفنا عبر الأقمار الصناعية من إسطنبول منافعاج الكاتبة والباحثة في اللغة العربية مرحبا بكم أستاذ منافع حياكم الله أهلا وسهلا بكم جميعا وحياك الله وبياك إذن نبدأ دكتور حمدي معك في البدء نود أن نتعرف عن مفهوم اللحن لغة واصطلاحا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه واتبعين لهم بإحسان المدين وبع اللحن ذكر له العلماء ستة معان وما نقصده في هذه الحلقة هو المعنى الأول وهو الخطأ في الإعراب لكنه ورد بمعنى اللغة وورد بمعنى المعنى وبمعنى الغناء وبمعنى التعريض الخطأ بمعنى اللحن بمعنى الخطأ في اللغة لم يظهر في العصر الجاهلي وإنما ظهر بعد ذلك بعد ظهور الإسلام وكل ما ورد في العصر الجاهلي يعد لغة لذا قسموا اللغات لغات فصحة وفيه لغات مذمومة أو لغات رديئة فاللحن بمعنى الخطأ هو الذي نعيش معه في هذه الحلقة إن شاء الله تعالى إذن أستاذ مناف حدثنا عن مفهوم اللحن قديما وثم سنتطرق بعد ذلك إلى مفهومه حديثا الآن طبعا اللحن من لفظ من الأبداد قد يواد به الإصابة في المعنى بمبالغة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض يعني أن يأتي بحجته أبلغ من الآخر فأقضي له على نحو ما أسمع أو المعنى الثاني هو عكس الإعراب أعرب في كلامه جاء بكلامه صحيحا منضبطا ولحن هو أخطأ في الحركات فتغير المعنى ولم يفهم السامع من مواده ومنه قول الشاعر أن نحو يصلح من لسان الألكني والمرء تعظمه إذا لم يلحني فإذا طلبت من العلوم أجلها فأجلها منها مقيم الألسني وأيضا قد يقصد به أن يغمض الكات المتكلم في حديثه فلا يفهمه إلا من يريد من يفهم ذلك يعني هو أيضا مأخوذ من اللحن الانحواف عن الإعراب فعندما يتكلم بشيء فلا يفهمه إلا شخص واحد كما قال أيضا الشاعر منطق صائب وتلحن أحيانا وخير الحديث ما كان لحنا نعم إذن دكتور حمدي كما تفضل أستاذ مناف بعد هذا التعريف أصبح واضحا لحن لدينا وحتى للجمهور ما أسباب ظهور اللحن في البداية في البدء تعليق يسير ثم أفضل في الأسباب فيه فرق بين التضاد والمشترك كلمة اللحن من المشترك اللفظي اللفظ لها أكثر من معنى سواء كان هذا المعنى ضد أو غير ضد لأن المشترك أعام من التضاد يعني يتعلق بموضوع الترادف مشترك لفظي مشترك لفظي يعني اللحن بمعنى خطأ في العراب معنى التعريض أو التورية بمعنى هو منطق صائب وتلحن أحيانا كما ذكر أستاذ مناف أكثر من وخير الحديث ما كان لحنا والفطنة لعل أحدكم ألحنوا بحجته من بعض اللغة ليس هذا من لحني ولا لحني قومي الخطأ في العرب مثل وكان القاسم رجلا لحنة أي كثير اللحن كل هذا يسمى مشترك لفظي اسمه مشترك لفظي أما أسباب اللحن عند ظهور الإسلام فيتمثل في أمرين الأمر السماعي أو الأمر العام الاجتماعي هو اختلاط المسلمين العرب بغير العرب وزواجهم من غير العربيات يسمون الأعاجم الأعاجم عامة نعم فاختلاط المسلمين يعني نقول بغير العرب أعام أعام من لفظة أعجمي نعم لأنه لفظ أعجمي أحيانا بعض إخواننا يغضبون من هذه اللفظة نعم فغير العرب عندما دخلوا في الإسلام ولغتهم غير عربية أثروا في الأمور اللغة وتسرب اللحن حتى بدأ من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم حتى قبل أن تتسع رقعة الدولة الإسلامية قبل أن تتسع يعني قالوا بأن أحد المسلمين لحن في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرشدوا أخاكم أو أرشدوا أخاكم فقد ضل أي علموه العربية ووصف هذا الخطأ بأنه ضلال ضلال نعم وفي عهد سيدنا عمر كاتب أبي موسى الأشعري أرسل إليه كتابا فكتب من أبو موسى فقال له السلام عليك بعد السلام قنع كاتبك صوتا واحدا وأخر أعطاءه سنة هذه لغة قريش هل هناك لغة يعني يكون فيها الواو مطلقة في الأسماء الخمسة الأسماء الخمسة أب وأخ وحب فيها ثلاث لغات نعم يعني اللغة التمام هي الإعراب بالحروف في الواو رفعا والألف نصبا والياء جرا نعم في لغة القصر أن أباها وأبا أباها قد بلغ في المجد غايتها في لغة النقص بأبه اقتدى عادي في الكرم ومن يشابه أبه فما ظلم فالأصل الحديث يجيزون أن يبقى العلم على ما هو عليه من أجل المعاملات الرسمية يعني هذا الكاتب لم يخطئ على لغة من لغات العرب لا أخطئ لم يأتي على لغة من لغات العرب أبو لو قال من أبا موسى كنا نقول على القصر أبا إن أبا آه نعم نعم هكذا لو قال من أبه كنا نقول على لغة النقص لكنه أتى بلغة التمام وأتى بالواو الأصل يقول من أبي موسى إذن أستاذ مناف كيف بدأت وتفشت هذه الظاهرة ظاهرة اللحن في اللسان العربي طبعا كما قال الدكتور اللغات في كل اللغات تعتمد على مواحل المواحل الأولى هي مواحلات الاستماع يليها التحدث ثم القواة في الكتابة فالإنسان عندما يستمع لغة صحيحة تتشكل عنده اللغة الصحيحة فينطق بها صحيحة لذلك لم يظهر اللحن عند العرب قبل الإسلام لأن كل من كان يتكلم فيما بينهم كان يتكلم باللغة الفصحة إلا على أطراف الجزيرة فعندما دخل الأعاجم في الإسلام كان يجب على المسلمين أن يختلطوا بهم ليعلمهم أمور دينهم ليتعاملوا معهم فلم يظهر بشكل جلي في البداية لكن ظهر على الأبناء الذين صاروا يسمعون هذا الكلام كما أبو الأسود الدؤلي عندما جاءت ابنته فسألته يا أبتي قالت له ما أجمل السماء قال يا أبنيتي نجومها قالت يا أبتي أنا لا أستفهم أنا أتعجب فقال يا أبنيتي قولي ما أجمل السماء ثم ذهب إلى سيدنا علي بن أبي طالب فأخبره بهذه القصة فقاله الكلام اسم وفعل وحوف وانحو هذا النحو من هنا جاءت تسمية النحو أستاذ مناف نعم من هنا جاءت تسمية النحو أن أنحو هذا النحو فصار العلم الذي يعني يهتم بإعواب العلم النحو كل من جاء بعده وأخذ هذا العلم من هذه الكلمة هكذا نعم دكتور حمدي نتحدث عن موقف علماء العربية في هذه الظاهرة وما بدلوه من أجل محاربتها وتقويم اللسان العربي مما أصابه واعتراه يعني علماء العربية كان لهم منحيان المنح الأول هو الوقائي المنح الوقائي نعم بأن قاموا بنقط المصحف نقطة إعراب ونقطة إعجام نقطة الإعراب الذي تطور على يد الخليل بن أحمد وصر الحركات حتى لا يقع أحد في اللحن من حيث القراءة نعم ونقطة إعجام كذلك ثم الأمر النقطة هذا ثم بعد ذلك وضع القواعد قواعد النحو التي بدأت من سيدنا علي بن أبي طالب وطالب من أبي الأسود الدؤلي ثم من أتى بعده إلى سيبويه في الكتاب ثم أيضا جمع اللغة الإنداحة علماء العربية في البوادي يجمعون اللغة حتى إن الكسائية أنفذ خمس عشرة قنينة حبرا غير ما حفظ ما شاء الله نعم وهذا الجمع مر بمراحل ثلاثة المرحلة الأولى كان يخرج العالم فيجمع اللغة من كل العرب دون ما خط مرسومة وقالوا يعني كيفما اتفق هذا المرحلة الأولى المرحلة الثانية وإن كانت تتداخل مع الثالثة كان يخرج العالم فيجمع اللغة في موضوع معين في المطر في الإبل في خلق الإنسان في كذا في رسائل وتكونت من هذه المرحلة الرسائل اللغوية ثم أتت المرحلة الثالثة وإن كانت تتداخل مع الثانية مرحلة المعجمات اللغوية والمعجمات اللغوية بدأت في معجم الألفاظ معجم الخليل بن أحمد الفراهيدي العين العين نعم وثم بعد ذلك صارت سيارة كثيرة في معجمات الموضوعات التي أخذت من هذه الرسائل وتكونت منها معجمات الموضوعات ومن أكبرها المخصص لابن سيدة الأندلسي أيضا أستاذ مناف إذن ما الجهود المبدولة قديما وحديثا في سبيل الحفاظ على الاستعمال اللغوي السليم والفصيح والصحيح طبعا إضافة إلى ما قاله الدكتور صار العلماء العرب لا يقبلون الكلام المكتوب حتى يُعرض على العالم الذي كتبه فيقرأ عليه سماعا فيجيز المتعلم بهذا الشيء حتى يقبلوه لذلك قالوا لا تأخذوا العلم عن صحفي ولا القرآن عن مصحفي يعني الذي يكتفي مثلا وجد صحائف كتب من قبله فيقرأها ليعطي علمه منها لم يكن يقبل منه هذا العلم حتى يكون قد عرضه على العالم الذي كتبه وهذا العالم كان قد عرضه على من قبله أو قد أخذه من الأعراب مثلا في البادية أيضا كانوا مثلا في الحواضر صاروا يقبلون الشعر حتى 150 هجري بعد 150 هجري لم يعودوا يقبلون يقول يعني صار اللحن قد تطرق إلى الألسنة فيقولون مثلا إبراهيم بن هرمى آخر من يحتج بشعره هذا عصر الرواية والاحتجاج يسمى في الاحتجاج نعم يعني يحتج بشعره هكذا وبشار بن برد أول من لا يحتج بشعره بشار لذلك بشار لذلك سيب ويهي يعني وضع لبشار بيتا واحدا خوفا من معرة لسانه كي لا يهجوه وإلا هو لا يحتج بشعره وغم أنه شاعر يعني قوي شاعر فحل يعني يعني عاشر الهذليين أما في البوادي لأنهم بعيدون عن الحواضر فكانوا يقبلون حتى 350 هجرة للهجرة يقبلون فرن الرابع الهجري يعني يعني يقبلون منهم كلام لأن ما يزالون يحتفظون بسليقتهم الصحيحة مشاهدين الكرام فلنتوقف الآن مع فقرة ديوان العرب وفارسها الشاعر الفحل مرء القيس مرء القيس الكندي أبدع مرء القيس في صنع الصور الخيالية فالليل صوره في صورة حيوان وهمي له ظهر وعجز وكلكل وحصانه قطعة حجر دحرجها السيلو من علي لذلك اقتفى الشعراء هذا الأسلوب الرائدة لامرئ القيس وقلدوها قال امرئ القيس وليل كموج البحر أرخى سدوله علي بأنواع الهموم يبتلي فقلت له لما تمطى بصلبه وأردف أعجازا وناء بكلكلي ألا أيها الليل الطويل ألنجلي بصبح وما الإصباح منك بأمثلي وقد اغتدي والطير في وكوناتها بمنجرد قيد الأوابد هيكلي مكر مفر مقبل مدبر معا كجلمون صخر حطه السيل من علي يزل الغلام الخف عن صهواته ويلوي بأثواب العنيف المثقلي كأن دماء الهاديات بنحره عصارة حناء بشيب مرجلي أصاح ترى برقا أريك وميضه كلمع اليدين في حبي مكللي يضيء سناه أو مصابيح راهب أمال السليطة بالذبال المفتلي أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام في لسان العرب وموضوعنا هذا الأسبوع كما قلنا بعنوان اللحن في اللغة العربية عودة إليك دكتور حمدي تحدثت عن المنحة الأول بقي المنحة الثانية نعم المنحة الأول كان منحاً وقائياً المنحة الثانية منحاً علاجياً العلاج وهو كتب لحن العامة ولحنة الخاصة أو ما يسمى بالتصويب اللغوي أو التصحيح اللغوي حيث بدأت هذه الكتب من بداية الكسائي ما يلحن فيه العامة المتوفى 189 من اللجرة كوفي نعم وتبعه العلماء إلى العصر الحديث يعني هذه الفترة امتدت يعني لا نجد قرناً من القرون أو عصراً من العصور إلا وفيه مجموعة من هذه الكتب واللفات كثيرة نعم يعني الأبرز في القديم لما نقول أبرز ثلاث كتب مثلاً وفي الحديث يعني الكتب كثيرة جداً يعني مثلاً الحريري يعتبر درة الغواص أو الخواص للحريري فصيح الفصيح لثعلب أدب الكاتب لبن القتيبة ما تلحن فيه العامة الكسائي البهاء فيما تلحن فيه العامة الفراء هذا القديم قديم نعم الحديث كذلك فيه من سارها سيرة القدماء وفيه من توسع يعني هناك من تشدد أعتقد مثلاً أصمعي وغيره خوفاً عن اللحن يعني هل هو تشدد؟ يعني هاء العلماء الذين كتبوا في التصحيح اللغوي أو في لحن العامة أو الخاصة نعم يعني نستطيع أن نقسمهم إلى أقسام القسم الأول المتشددون سواء من القدماء أو من المحدثين نعم من القدماء الأول المتشددين الأصمعي المتوفى 266 البصري البصري نعم نعم هذا العالم من سار سيرته كان متشدداً بمعنى أنه لا يقبل إلا ما كان في عصل احتجاج اللغوي نعم وعصل احتجاج اللغوي بالنسبة للشاعر ينتهي بإبراهيم بن هرمة كما ذكر أستاذ نواف نعم المتوفى 176 من الهجرة نعم يعني وبالنسبة للنثر في البادية منتصف القرن الرابع الهجري نعم بنسبة للحضر منتصف القرن الثاني الهجري لأن البادية كانت بعيدة عن الأمور التأثيرات غير العربية أو وصول اللحن إليها كان ضعيفاً وكان بضيئاً نعم أم منهج آخر منهج توسعي نعم وهذا المنهج التوسعي فيه ما ملتزم بمنهج المتشددين لكنه توسع في السماع يعني المتشددون أخذوا بالسماع في اللغة الفصحة نعم والقواعد وعدم القياس المنهج التوسعي توسع في أمور السماع ليس في اللغة العالية في اللغة الفصحة اللغة الأخرى ألا ترى أن بعضهم قد سوّغ حاول التسويق بتكلف لبعض الأمور ليصححها من المحدثين هذا من يعني بدأ من القدماء والمحدثين حتى من القدماء حتى من القدماء يعني دفع الإصر عن كلام أهل مصر نعم والبحر العوام فيما تلحن فيه العوام هذان الكتابان يصححان الأمور التي يتكلم فيها العامة نعم فأخذوا بتوسع كل اللغات كل المسموع نعم سواء أكنت اللغة فصيحة أو غير فصيحة لا إفراط ولا تفريط وحتى هنا كمن يعني غلط كثيرا من ما هو صحيح نعم نعم أيضا أستاذ منافلي نتحدث عن اللحن والتطور اللغوي يعني ما الفرق بين اللحن والتطور اللغوي طبعا اللحن هو الخطأ في الكلام سواء استعملت الكلام عن أشياء حديثة أو أشياء غير حديثة نعم لكن تطور اللغوي مثلا كما حصل في العصر العباسي دخلت أشياء مسميات جديدة لا بد لها من أن توضع لها مسميات حتى يستعملها المسلمون أو العرب في كلامهم معرب يعني مثلا ممكن المعرب ممكن الدخيل ممكن المشتق فوضع العلماء لذلك مثلا أحيانا الكلمة توضع على موازين اللغة العربية مثلا كما قالوا في التلفاز يعني حديثا يعني بدلا تلفزيون قالوا تلفاز حتى توافق مثلا أوزان العربية قد تؤخذ الكلمة بنفسها وتوضع في تستعمل كالدخيل يعني سندس وأستبرق حتى في القرآن الكريم موجودة نعم موجودة في القرآن الكريم فيعني التطور اللغوي لا بد أن يدخل على اللغة لكن كيف نتعامل مع هذه اللغة الكلمات الدخيلة كيف ندخلها إلى لغتنا قلت لك هذه وجهة واجهها العرب في العصر العباسي وواجهها العرب في العصر الحديث عندما في سوريا مثلا عندما قام مجمع اللغة العربية أول ما قامت بعد انحسار الدولة العثمانية فقيام الدولة العربية بالملك فيصل قام مجمع اللغة العربية كانت أغلب المسميات الوظيفية باللغة التركية العثمانية فقاموا بتعريبها ثم جاءت أيضا عندما الاحتلال الفرنسي وكان هناك كثير من الأساتذة والدكاترة درسوا في فرنسا فعربوا هذه المناهج ليستفيد منها العرب هو تعريب يثري اللغة أستاذ مناف أليس كذلك؟ التعريب يثري اللغة؟ طبعا يثري اللغة يعني هذا مثلا الدكاترة الذين درسوا في فرنسا هذه الطب مثلا المصطلحات الطبية قد تترك على حالها لكن دراسة هذه المصطلحات يعني الكلام عن هذه كلها عربة المناهج في سوريا وحتى الآن مثلا عندنا الكليات العلمية في الطب مثلا وفي الهندسة كلها تدرس باللغة العربية طيب أستاذ مناف هذا بالنسبة للمحدثين كيف كان موقف القدامة أو القدامة من التطور اللغوي؟ أيضا كان هناك أناس ذكرنا الأصمعي نموذجا كان متشددا خوفا على اللحن وغيرته على اللغة الأصمعي اعتبر حتى الذي ينقل قال الذي يلحن في حديث النبي صلى الله عليه وسلم فهو يقع تحت قوله صلى الله عليه وسلم من كذب عليه متعمدا فهو أحد الكاذبين أو الكاذبين في رواية لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يلحن فالذي يلحن في حديثه فهو قد كذب على النبي صلى الله عليه وسلم مسألة خطيرة هذه نعم يعني غيوة على هذه اللغة نعم وبعض القدم الآخرين يعني مثلاً موقف الكوفيين كيف كان من قضية التقوى يعني مثلاً هناك أيضاً خلاف بين البصريين و الكوفيين الكوفيون كانوا يقبلون أي شاهد يأتي عن العرب فيجعلوا له قاعدة البصريون لا جعلوا قاعدة مثلاً عامة وجعلوا أحياناً بعض الشواهد هذه خارجة عن القاعدة و يعني هناك يعني مع رأي الكوفيين في أشياء لأنه في كلمات حتى في القواميس الآن مثلاً في الأستاذ محمود شاكر رحمه الله الأستاذ عبد السلام هارون الأستاذ أحمد شاكر في تحقيقهم للكتب ألحقوا بالفهارس فيه وسنقسم الفهارس هو الكلمات التي لم تذكرها المعاجم فتأتي ببعض المعاني التي وجدوها عند العرب في الاستعمالات وهي غير موجودة في المعاجم يعني هذا استعمال صحيح لماذا نعرض عنه مثلاً نعم طيب دكتور حمدي أيضاً ذكرنا وتحدث الأستاذ مناف أيضاً ذكرنا مصطلحات ربما قد تشكل على الجمهور نريد تفسيطها يعني مثلاً مولد الدخيل المعرب يعني لو تعطينا نبذة مختصرة وواضحة يعني هذه المصطلحات المولد هو ما ظهر بعد عصر الاحتجاج اللغوي يعني بعد عصر الاحتجاج مثلاً البسملة الحوقلة الحي على النحت نحت هذا نعم قالوا بأنه مولد لأنه لم يكن موجود في عصر الاحتجاج اللغوي الدخيل هو ما أدخلته العرب إلى اللغة العربية من غير كلام العرب كما هو نعم أما المعرب الدخيل حتى لو كان في العصر الجاهل هكذا يعني أدخلته العرب في العصر الجاهل له حكم آخر بمعنى في العصر الجاهل دخلت الفاظ من الفارسية وغيرها إلى اللغة العربية وتكلم بها العرب الذين يحتجوا بكلامهم فصار عربياً بالتكلم ولذا موضوع القرآن هل فيها الفاظ عربية أو غير عربية فيه منحياني ممكن نبحثه يعني في حقك نعم المعرب المعرب هو ما صيغ على أوزان عربية غير عربي لكنه حدث فيه يعني الكلمة تهذيب بما يتناسب مع الوزن العربي أما الإدخال اللي هو الدخيل هو ما أدخلت فيه الكلمة كما هي دون تغيير هكذا ويضاف عليها مصلحاً آخر في العصر الحديث المحدث المحدث أو العامي نستطيع أن نقول هو المحدث يسمون المحدث محدث مثل الدخيل أو الدخيل في القديم نعم يعني عندنا في أمور الألفاظ ألفاظ الحضارة في العصر الحديث إما الإدخال نعم كمبيوتر ندخله كما هو نعم مثلا نعم الترجمة حاسوب ثلاجة غسالة نأخذ المفهوم الشائع لهذه الآلة ويصاغ على وزم أوزان اسم الآلة التعريب هو يعني تهذيب الكلمة بما يتناسب مع اللغة العربية يعني إبدال بعض الأصوات التي ليست موجودة في في العربية بحرف موجود في العربية يسمى تعريبا في العصر الحديث هكذا نعم أيضا أستاذ مناف قبل أن نختم موضوع الحلقة ما رأيك ب موقف المحدثين القائل بمبدأ التطور اللغوي سنة طبيعية تخضع لها أي لغة طبعا هو التطور اللغوي سنة تخضع لها أي لغة لكن في العربية من الخصائص ما يبقيها ثابتة رغم ما فيها من دخيل ومن معرب ومن مشتق يعني اللغة العربية تطورت يعني في بعض المصطلحات يعني صار فيها انزياح لغوي يعني لكن مثلا والله الشجرة الشجرة هي شجرة من الجاهلية والآن شجرة لم يطرع عليها تغيير ولكن بحجة التطور اللغوي دخلت يعني بعض الكلمات الدخيلة ويعني تجاوزا على خصائص العربية يعني قلت لك هذا أيضا يعني العرب رأوه من قبل في العصر العباسي وكل العصر أيضا قد تدخل علينا أشياء ربما يعني غريبة جدا لكن مدام أن القواعد العامة الخطوط العريضة للغة العربية موجودة فلا يضيرها بالعكس هذا شيء يثريها يعني يستعمل في يعني قد يجرى على قواعد العربية أو يستفاد منه يعني دخيل يوضع في اللغة العربية يضاف إلى اللغة العربية يعني لا ضير في ذلك نعم هكذا إذن في ختام فقرة موضوع حلقتنا نشكر ضيفنا عبر الأقمار الصناعية من إسطنبول الأستاذ مناف بعاج الكاتب والباحث في اللغة العربية وسيبقى معنا أيضا دكتور حمدي بخيت أما الآن مشاهدين الكرام فنبقى مع مشهد تمثيلي من المسلسل التعليمي المشهور أحلى الكلام وفقرة من الذاكرة من صميم قلبي أقول رضي الله عليك يا سيدي لا نقول رضي عليه بل نقول رضي عنه رضي فلان عن ابنه حقا في القرآن الكريم رضي الله عنهم ورضوا عنه قال الشاعر إذا ما لقيت الله عني راضيا فإن شفاء النفس فيما هنالك رضيت سيوفك عنك يوم لقيته وأجبت داعي الموت حين دعاك ولكنني أحفر بيتا لشاعر يقول فيه إذا رضيت علي بنو قشير لعمر الله أعجبني رضاها لعمر الله خطأ الصواب لعمر الله بضم الراء ففي لغتنا الجميلة لا يوجد رضي على أليس كذلك يا آنسة قواعد بلى يا سيدي الأصل والقاعدة أن نقول رضي عنه كنت أن الأستاذ لم يصدق نظامتنا أفوا يا آنسة قواعد وإنما رغبت بالتأكد أنت ذا قد أوقعت نفسك في خطأ لغوي آخر لا يقال رغبت بالشيء بل يقال رغبت في الشيء أي أردته وعكسها تماما رغبت عن الشيء لا شك في ذلك ففي القرآن الكريم أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم أهلا بكم الجديد مشاهدينا الكرام إذن دكتور حمدي بخيت في البهان القرآني سنتحدث عن الترادف عموما نبدأ لغة ثم نتناول مفهوم الترادف في القرآن الكريم تفضل الترادف في اللغة معناه التتابع التتابع نعم وعندنا في الأصل ثلاثة مصطلحات الترادف والاشراك اللفظي والتضاد ثم بعد ذلك المصطلح الذي لا يدرس مع هذه المصطلحات الثلاثة التغاير التغاير والأصل في الكلمات التغاير يعني الكثير في اللغة العربية الكلمات رجل امرأة بنت ولد إلى آخره هذا الأصل وليس الترادف هو الأصل الأصل التغاير في الكلمات ثم بعد ذلك هذه القضايا من الترادف أو الاشتراك اللفظي أو التضاد هذه قضايا أخرى أنتجها جمع اللغة عندما أعد علماء العربية شبه الجزيرة العربية كاملة أو مجموعة كبيرة من القوائل العربية فصيحة أن تكون ضاربة في البداوة وأن تكون مجاورة لغير العرب هذان الضابطان جعل علماء العربية يعدون كل القوائل العربية الموجودة في هذين الضابطين يعدون هذه القوائل قوائل فصيحة فأنتج عندنا في اللغة ما يسمى بالترادف والعلماء فيه على مذاهب قبل ذلك في الاصطلاح أفون دكتور اصطلاح مسمى واحد له عدة ألفاظ باختصار شديد يعني شيء واحد الحيوان المفترس هذا يسمى أسد ويسمى ليف ويسمى غضانفار ويسمى ضيغام وضرغام هل صحيح أن الأسد في العربية أكثر من خمسمائة هذا داخل يعني يعود أغلبه إلى اللغات أو إلى الصفات عند من يفرق بالصفات أو اللغات لكن في نعم لو في اللغة الواحدة يحدث الموضوع بالصفات لأن أهل المكان الواحد لا يتكلمون إلا بلفظ واحد بالشيء الواحد يعني مثلا نقول عندنا في مكاننا نقول على الطماطم هذا الثامن نقول طماطم في بعض الأماكن يقول بندورة هكذا نعم في مكاننا لا نقول إلا طماطم مكان آخر يقول بندورة فإندما نجمع ونقول كل هذه المناطق الأسد أكثر من خمسمائة نعم هل موجود هذا في أي لغة أخرى؟ ليس موجود في أي لغة أخرى هذا الثراء هذا الثراء مفيد لأنه أخذوا الصفات الغالبة في الأسد وأطلقها عليه والسيف وغير أسماء كثيرة نعم فيما له نعم إلى ألوف اسماني إلى ألوف نعم الفيروزة بادي ألف كتاب في هذا الجانب ألوف نعم تجد الشيء الواحد له مئات الأسماء من هذا نعم إذن ما مذهب العلماء في الترادف؟ بالنسبة للغويين نعم ثلاثة مذهب فيه الأغلب اللغويين يقولون بوقوع الترادف في اللغة بعض اللغويين وعلى رأسهم ابن درستويه أو درستويه أو درستويه أكثر من له أكثر من ضبط كلها صحيحة نعم على رأس المعارضين لهذا أو المانعين ومن المانعين ابن الأعرابي كل حرفين وضعتهما العرب فكل حرف له معنا ربما عرفناه فأخبرنا به نعم وربما غمض علينا فلما نلزم العرب جهله وهذا بالنسبة للتنظير نعم لكن نجده بعد ذلك يجيز رواية الشعر بالمعنى نعم يعني يجيز الترادف نعم ابن الأنباري كذلك من الذين يمنعون الترادف ثعلب يمنعون الترادف ولكن سيبويه والأصمع يعتقد يثبت سيبويه ذكر الموضوعات الثلاثة نعم يعني قال بأنه في أكثر كلام العرب متغير نعم في ترادف في مشترك والمشترك بنوعيه مشترك إيجابي واللفظ لها أكثر من معنى مشترك سلبي له التضاد لفظ لها معنيان متضادان متقابلان لكنه أثبت ترادف أثبته موجود نعم وعرفه بهذا الأمر ذكره بهذا الموضوع وأخذ عنه ابن فارس في الصحبي هل نستطيع أن نورد مثلا حجج المثبتين في الترادف والمنكرين له هل هناك حجج علمية لديهم الحجج على أنه موجود في اللغة الفصحة وفي أشعار الشعراء وفي خطب الخطباء ورسائل الكاتبين فهذا موجود وموجود ومسموع عن العرب لم يأت به لو فتحت أي معجم لغوي لوجدت للكلمة أكثر من معنى نعم نعم لو نظرت في غريب القرآن أو غريب الحديث لوجدت لللفظة معنى أو معانى فهذا موجود أما المانعون فأغلبهم وهذا أشار إليه الرازي المتوفى 606 من الهجرة قال بأنهم ينتمون إلى الاشتقاقيين والأدباء هكذا نعم الاشتقاقيون الذين يرجعون أصل الكلمة يعني مثلا القمح والبر مترادفا قالوا لا ليس مترادفين القمح من قمحه الله أي استفه والبر من البر والإحسان في أصل الجذر لغوي نعم إلى أصل الكلمة فهذا اتخذ منهجا تاريخيا أما الذين قالوا بالترادف نظروا إلى المنهج الوصف الآن الآن ما الذي يوجد في اللغة موجود قبل ذلك أصل الكلمة لا الأدباء يرون في الألفاظ معاني دقيقة نعم لا يجدها أو لا يحسها غيرهم الشعراء غير الشعراء والكتاب غير الناس العاديين المتكلمين العاديين باللغة نعم ولست بنحوين يلوك لسنه ولكن سليقي أقوله فأعريبه نعم إذن مشاهدين الكرام فلنتوقف الآن مع فقرة صحيح القول التي تهدف إلى تقويم اللسان العربي وتصحيح الأخطاء الشائعة بالكسر لا بالفتح يقولون شاهد عيان والصحيح عيان بكسر العين لا بفتحها ويقولون كيان بفتح الكاف والصحيح كيان بكسر الكاف ويقول بعضهم مأزق والصحيح مأزق بالكسر لا بالفتح ويفتحون باء الفاكهة المعروفة ويقولون بطيخ والصحيح بالطيخ ويقولون زاد الطين بله والصحيح بالله بالكسر لا بالفتح وبالقيس بكسر الباء وفتحها خطأ وصحيون بكسر الصاد وسكون الهائي وفتح اليا وفتح الصاد أو ضمها وضم اليا غلط والفراسة بكسر الفاء وفتحها لحن والمساحة بكسر الميم لا غير وما كان على وزن فعاله مما هو بمعنى الصنعة أو الحرفة للمصدر نحو الوزارة والسفارة والصحافة والنقابة فهذه بالكسر لا بالفتح أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام في لسان العرب وما زلنا في فقرة البيان القرآني وموضوعنا هذا السبوع بعنوان الترادف فقرة وفقرة أعتقد كلاهما جائزان فقرة وفقرة ربما سنراجعها في المواجهة أنا أحفظها فقرة فقرة نعم نعم طيب دكتور ما موقف علماء الدراسات القرآنية من الترادف علماء الدراسات القرآنية لهم مذهب أيضا في موضوع الترادف منهم من أجاز الترادف ومنهم من أنكر وقوع الترادف وأوجد فروقا دقيقة بين الكلمات المترادفة ومنهم من قال بأن الترادف موجود لكنه ليس بكثرته أكثر الكلمات التي يظن أنها من الترادف هي من المتقارب أنا أقول بأنها في تقارب لكنها ليست مترادفة هذا أغلب العلماء بالنسبة للقرآن القرآن الكريم يعني رده يعني مثلا نجد موضوع القراءة القرآنية الذين أثبتوا يعني نزول القرآن على سابعة أحرف فتفسير الأحرف بالمعنى المنتقى أو المختار عند الإمام الطبري وغيره اللفظة الواحدة تأتي بأكثر من معنى أقبل وهلم وتعالى فهذه ألفاظ مترادفة والاختيار في جمع القرآن اختيار اللفظ الذي يؤدي أو اختيار اللفظ الذي يؤدي أكبر هذه المعاني دون إهمال لبقية المعاني وكل هذه المعاني مروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لم يكن التوسيع في موضوع القراءات القرآنية توسيعا ويترك الشخص يقرأ على لغته وحده وإنما يتلقى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عمّا تلقى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم حفص و شعبة أبو بكر شعبة فالحفص نجد الموضوع القراءة قراءة الرواية واحدة ليس فيها اختلاف هل هناك ترادف يعني في أي قراءة ضمن القراءة الواحدة وليس في كل القراءة يعني لهو أنا تكلمت ليس عن القراءة تكلمت عن الحرف عن الحرف عموما نعم عن الحرف المقصود بالأحرف السبعة نعم فمن تفسيرات الأحرف السبعة هناك فرق بين القراءة والحرف والحرف نعم القرآن أنزل على سبعة أحرف نعم يعني لغات يعني لغات أو له أكثر من تفسير يحتاج إلى حلقة كاملة نعم والقراءات هذه هل القراءات السبعة أو القراءات العشرة المعتمدة هل هي تتبع حرف قريش حرفا واحدا أو تتبع الأحرف السبعة أو معنا آخر هل الجمع الثالث الذي كان فيها سيدنا عثمان رضي الله عنه كان على حرف واحد أو على الأحرف السبعة هذه قضية أخرى لكن الذين قالوا بالتراذف احتجوا بهذه الحجة نعم واحتجوا أيضا بالتوكيد المعنوي لأنه تأتي كلمة مرادفة لكلمة توكيدا لها نعم واحتجوا كذلك بالمتشابه نعم اللي هو القصص القرآني نعم القصص القرآني ليس المحكمة فانفجرت فانفجرت فانبجست بعث جاء حضر أتى في الآيات المختلفة في القرآن الكريم قالوا هذا موجود موجود ومنهم من قال بأنه توجد بعض الكلمات التي هي عديمة اللون اللي هي الظروف مثلا تحت وأسفل نعم نعم وطبعا فيه من الذين قالوا للعلماء الدراسات القرآنية بأن التراذف موجود في اللغة نعم ليس على كثرته وليس على كثرة المثبتين وإنما هو أكثر الذين أثبتوا التراذف فيه كثير من الذين أثبتوه يخرج عن التراذف يخرج نعم أفوا دكتور ربما بقية دقيقة واحدة هل يجب صحة إقامة كل واحد من المتراذفين مكان الآخر في القرآن الكريم لا لا حتى في الألفاظ التي قالوا بأنها عديمة اللون اختيار مثلا تحت تحت وأسفل اختيار إن لم يكن في المعنى نجد في موضوع اختيار الأصوات نجد هذه السورة تتميز بأصوات معينة هذه الأصوات تناسب المعنى العام المجمل للسورة نعم فلا نستطيع أن نغير ونأتي بدلا من أسفل تحت تحت فيتغير المعنى العام أو الأسلوب العام للسورة إذن عموما من رأي الراجح لموضوع التراذف في القرآن أم في اللغة في القرآن في القرآن الكريم أغلب ما هو موجود أو نادر جدا موضوع التراذف وأغلب الموجود من التراذف في القرآن الكريم يدخل تحت المتقارب المتقارب نعم وليس متراذف نعم ولذا الفروق اللغوية الموجودة بين الكلمات التي وظنوا أنها من التراذف في القرآن الكريم جانب من جوانب إعجاز القرآن الكريم نعم ربما نحتاج حلقة أخرى دكتور نتري هذا الموضوع إذن مشاهدين الكرام في ختام هذه الحلقة نشكر ضيفنا دكتور حمدي بخيت أستاذ اللغة العربية في جامعة بيريسون التركية ومسكو الختام سكن مع فقرة سيرة عالم اخترنا لكم هذا الأسبوع أبل أسود الدولي من أبرز علماء أعلام العربية نلقاكم الأسبوع المقبل إن شاء الله وحلقة جديدة من لسان العرب في رعاية الله أبو الأسود الدولي الكناني مؤسس علم نحو أن علامة الكبير قاضي البصرة واسمه ظالم بن عمر طغت كنيته على اسمه فاشتهر بها أولد في أيام النبوة على الأشهر قرأ القرآن على عثمان وعلي وقرأ عليه ولده أبو حرب ونصر بن عاصم الليثي ويحيى بن عمر أمره علي رضي الله عنه بوضع شيء في النحو لما سمع اللحن في كلام الناس فأراه أبو الأسود ما وضع فقال علي ما أحسن هذا النحو الذي نحوت ومن هنا جاءت تسمية النحو هو أول من وضع باب الفاعل والمفعول والمضاف وحرف الرفع والنصب والجر والجزم فأخذ ذلك عنه يحيى بن عمر وهو أول من نقط المصاحف وأخذه عنه الخليل بن أحمد وكان أبو الأسود مشهورا بالفصاحة قال عن نفسه إني لأجد للحن غمزا كغمز اللحم وقال الجاحظ أبو الأسود مقدم في طبقات الناس كان معدودا في الفقهاء والشعراء والمحدثين والأشراف والفرسان والأمراء والدهات والنحاة توفي أبو الأسود في طاعون الجارف سنة تسع وستين في البصرة وعاش خمسا وثمانين سنة اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر